السلام عليكم ازايكم جماعة عاملين اي رب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هيكون فيديو جديد وموضوع جديد على قناة فيديو النهاردة مهم جدا لكل الناس المبتدأ في مجال الريزن او مشروع الريزن بتمنى من كل الناس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب فيديو النهاردة هنعمل منه حاجة لطيفة حاجة بسيطة جدا جدا مش هتحتاج معاناة مش هتحتاج انك تستخدم ادوات كتير خامات كتير علشان كده انا بقولك تابع اي فيديو بينزل للنهاية في البداية الطبيعية لاي فيديو انت لما بتيجي تستخدم بتستخدم مادة الايبوكسي ريزن او الريزن ايبوكسي وبيكون موجود معاها مادة المصالة بتم خلط المادتين مع بعض بنسب محددة او معينة على حسب نوع الريزن اللي انت بتشتغل من اهم الادوات اللي انت بتكون شغال بيها هو الميزان الحساس من غير الميزان الحساس توقع المشاكل اللي هيتم ذكرها دلوقتي زي ان الريزن ممكن ماينشافش ان الريزن ممكن يلزق ان الريزن ممكن يكون لين وكمان في فصل الشتاء بيحصل تلزيق مع التقليب غير الجاي فبالتالي برضو بيكون في رطوبة بيكون في درجة حرارة قليلة ده بيساعد ان المادة ما تنشافش معاك وبرضو كتر الالوان بيخلي ان مادة الريزن ما تنشافش اهم حاجة انك تكون شغال بميزان حساس تاني حاجة النسب تكون مزبوطة تالت حاجة التقليب انك تقلب بالراحة وببطء وبهدوء وفي اتجاه واحد علشان الريزن يختلط مع المصالة نيجي في المرحلة اللي بعد كده والمرحلة اللي بعد كده انت لما تخلط المادتين مع بعض خلاص بيتكون معاك بابلز وفقعات هوا بيتم خروجها برضو في الملاحزات التالية اللي هي انك تقسم كوباية على اكتر من كوباية وانك تشيل فقعات الهوا اللي بتتكون على الوش من الكوباية بولاعة آآ وبيكون الوضع معاك كويس طيب انت دلوقتي لما بتيجي تقلب الالوان برضو هيتكون بابلز حاول انك تمسك الكوباية وتجيبها يمين وشمال كده بحيث ان الميكرو بابلز المتكونة ديت يكون التوزيع بتاعها يا جماعة كده اختفى تماما ولما تيجي تصب في قلب السيليكون بتاعك راعي انك تصب بالراحة يعني تدلقش كده مرة واحدة فيه فرق بين الصب اللي اللي بيخلي القطعة ما فيهاش اخرام ما فيهاش اي بابلز ما بين الناس اللي بتصب مرة واحدة كده والوضع بيكون معاهم مش كويس ده اللي بنتكلم فيه وفيه معلومات كتيرة جدا 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 موجودة على القناة لو انت مبتدئ لو انت اول مرة تشوف مادة او فن الريزن عموما تابع الفيديوهات اللي نزلت على القناة قبل كده لان برضو فيه اه اه اضرار للريزن فيه يا جماعة احتياطات لازم ناخدها واحنا شغالين في مادة الريزن ومهمة جدا مش معنى اساسا ان انا ما تصبتش قبل كده او ما تعرضتش للضرار قبل كده ان مادة الريزن ملهاش اضرار مش طبيعي لا طبعا مادة الريزن الليها اضرار ودايما بننوه لكل الناس المبتدئة قبل ما تدخل في مجال الريزن اعمل سيرش على قناة اليوتيوب واكتب اضرار مادة الريزن هيظهر لك الفيديو اللي هو بنتكلم فيه عن الاضرار واللي حصل لي قبل كده وبرضو ازاي نتفادى الاضرار دي بكل سلاسة وكمان بكل سهولة نيجي في المرحلة اللي بعد كده والمرحلة اللي بعد كده زي ما قلت لك احنا بنجيب كوباية اتنين تلاتة وبنقسم كوباية الريزن تمام لكن انا مش هجيب اكتر من كوبايتين لان انا هعمل لونين اتنين فقط في الكوبايتين اللي بينين وظاهرين قدامك طريقة قص الكوباية علشان التصوير ملهاش علاقة بان انا شغال في مادة الريزن فلازم اقص الكوباية طبعا لا انا علشان التصوير والاضاءة والكاميرا والكل ده بقص الكوباية بتاعتي وزكرت المعلومة ديت في الفيديو اللي فات برضو نيجي للمرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة تلوين مادة الريزن لون ابدع ابتكر براحتك محدش مقيدك ومحدش هيقولك انت بتعمل ايه عندك مثلا انا معي كوبايتين الكوبايتين دول انا هجيب لونين معينين اول حاجة لون لبني سايل واللون التاني هجيب ابيض سايل اللونين لونين بيجمنت سايل طريقة التقليب بتكون سالسة جدا وسهلة جدا في الالوان السائلة مع العلم ان الالوان السائلة سهلة الخلط جدا 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 مع مادة الريزن عكس الوان البودر زي الوان برضو المايقة والوان البجمنت البودر مش معنى كده ان هم وحشين لا طبعا الوان المايقة من افضل الالوان برضو فيها لمعان فيها برونز لكن انا بقولك على السلاسة والسهولة ان الالوان السائلة بتكون تقليبها افضل ما بتعملش رواصب ما بتعملش مشاكل وكمان يا جماعة شغلها تحفة جدا جدا جدا. ويبدأ دلوقتي ان انا باخد كمية معينة او كمية بسيطة من اللون اللبني ده. وبقلب الكوباية بتاعتي تقليب كويس. بس ما تقلبش بسرعة برضو. نيجي في الكوباية التانية الكوباية التانية. انا هجيب اللون الابيض المعتم. تمام? طبعا الناس اللي امتبعاني عارفة ان افضل دراجتين او افضل لونين بالنسبالي هو اللون الابيض وكمان اللون الاسود. تابع معايا الفيديو ده للنهاية وما تنساش تعمل طبعا بعد ما خلطنا اساسا اللون اللبني ده هنجيب برضو اللون الابيض السيل وناخد برضو الكمية المحددة مش كمية كبيرة يعني. اهم حاجة ان اللون يكون متوازن او متناصق وما يكونش كتير علشان مادة الرزن آآ ممكن ما تنشافش اللو اللون زي ما قولتلك آآ كان كتير. نيجي في المرحلة اللي بعد كده برضو هنقلب الكوباية بتاعتنا كويس جدا. برضو يا جماعة الالوان فيه منها سيل فيه منها بودر. طيب الادوات دي كلها نجيبها منين الخامات منين الحاجات دي نشتريها ازاي نعرف آآ اسعارها ازاي نتابع ازاي كل ده ممكن تكلمني على رقم الواتساب اللي موجود تحت الفيديو آآ متاح عندنا جميع الادوات والخامات لشغل الرزن او فن الرزن بكل سلاسة وكل سهولة برضو هتلاقي تحت الفيديو ده كتلوق الواتساب اللي موجود فيه برضو كل الاسعار بتاعت خامات او مستلزمات الرزن. نيجي في المرحلة اللي بعد كده ومن اهم المراحل. انا جبت قدام حدريتك دلوقتي حتة سراميكا علشان انا بشتغل في المكان ده. فالقالب ده متنقل لان فيه فيديو تاني هيتصور فلازم اشيل القالب. طب هشيل القالب ازاي بعد ما صبت فيه? مش هينفع. فلازم يعني احط حاجة تحت القالب آآ تسند وكمان تكون مستوية. برضو القالب بتاعنا لازم ننظفه ازا كان بزيت جونسون واللي ظهر معي في فيديو النهاردة والاول مرة بيظهر حاجة اسمها كيم سولف برضو هنعمل عنه فيديو ونشوف ننظف القالب بيه ازاي وشغله عامل ازاي? وزي ما واضح برضو قدامك المنديل كله كان آآ مليان اطربة وفيه طراب كتير نتيجة اللي ان انا كنت سايا بالقالب يعني مش محطوط في مكان مناسب. هم حاجة انك تنظف القالب بتاعك كويس جدا علشان لما تيجي تصوب المادة بعد كده ما يكونش فيها طراب او غبار او الكلام ده. بعد كده انت بتصوب مادة الرزم بتاعتك باي طريقة ممكنة. طريقة عشوائية طريقة متناصقة عايز تعملها جزئين. عايز تعمل الحروف لبني والشكل كله ابيض. عايز تعمل الحروف ابيض والشكل كله لبني ما فيش اي مشكلة. لكن انا هعمل الشكل عشوائي غير متناصق مع بعضه وهضرب الالوان في بعضها. اهم حاجة وانا بصوب يعني انا بصوب مش هجيب جهاز الهوى السخن او تقريبا اللي اسمه الاستشوار دوت او الكلام ده كله مش هجيب اي حاجة. انا كل اللي هعمله هجيب الكوب بيتين بتوعي. اللي انا لونتهم. وبعد ما لونتهم انا بعمل ايه بخلطهم مع بعض او بصوبهم مع بعض الطريقة عشوائية علشان الالوان تدخل مع بعضها. وده يا جماعة اسمه تدخل الوان الرزن. كمام? كلمة انك تصوب بقى والرزن تقيل لو انا عايز اللونين ما يدخلوش علي بعض. لو انا اساسا عايز اللونين ما передخلوش علي بعض. بصوب بمدة الرزن تقيلة. وبعد ما بصوب بمدة الريزن تقيلة ممكن يكون نصها لبني ونصها ابيض. بعد مرحلة الصب تستنى اربعة وعشرين ساعة او تمانية واربعين ساعة على حسب نوع الريزن المستخدم من خلالك وتبدأ بعدها انك تشوف القطعة بتاعتك نشفت ولا لأ وبرضو تبدأ تخلحها من قالب السليكون. مع العلم انك المفروض ما تخرجش القطعة بتاعتك قبل اربعة وعشرين ساعة علشان يا جماعة لو خرجتها ممكن ايدك تبصة ممكن ايدك تلزة ممكن ما تكونش نشفت بعد اربعة وعشرين ساعة نقدر دلوقتي نشوف الشكل بتاعنا الشكل تحفة جدا 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 تقريبا دي من امتع الحاجات اللي انا عملتها وكمان من افضل الفيديوهات اللي انا عملتها لان اللونين مع بعض عاملين تأثير تحفة جدا. الشكل اللون اللبني مع الابيض ده ما شاء الله شكلهم حلو اوي. يمكن انا ببالغ شوية لكن انا مستني رأيكم في الكمنتس تحت علشان برضو انا يعني رأيكم يهمني. يبقى الفيديو ده فعلا كان مهم تعلمنا منه شوية حاجات شوفنا منه شوية خطوات. لو فعلا الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وسابسكرايب وتابع الفيديوهات اللي هتنزل على القناة الفترة الجاية لانها هتكون فيديوهات مهمة. يبقى انا كده خلصت الفيديو بتاعي اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.